أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي ديتها العودة إلى سياسة هدم المنازل في مدينة القدس المحتلة بعد شهر ونصف الشهر من تجميدها تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حملات اعتقال ومخالفات غير مسبوقة تنفذها قوات الاحتلال للنيل من عزيمة المقدسيين تحولت مدينة القدس في الأيام الأخيرة إلى ثكنة عسكرية تختبئ قوات الاحتلال الخاصة بكل شارع من شوارع المدينة على مدار اليوم للتنكيل بالشبان والاستفزازهم وثم اعتقالهم فالاحتلال يحاول أن يستعيد هيبته في العاصمة المحتلة بعد فشله الأخير في قضايا باب العمود والمسجد الأقصى والشيخ جراح الاحتلال قاعد ينتقم من أهل مدينة القدس بمقابل الهبة التي قاموا فيها أهل مدينة القدس لحماية المسجد الأقصى ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله سياسي بدأت تتباح على الحكومة العنصرية اليمينية المتطرفة تجاه أهل القدس ليس فقط تجاه أهل القدس فقط وداخل 48 كمان وأهلنا في الضفة الغربية هذه السياسة تتبع لتهجيرهم تدمير الاقتصاد كمان الفلسطيني هدم المنازل عمليات تشريد أبرتهايت جديد تتعرض إلى المدينة المقدسة هذا كليته بدخل في نظام انتقام من الشعب الفلسطيني والمواطن المقدسي اللي موجود في المدينة المقدسة فمن حي الشيخ جراح المحاصر إلى البلدة القديمة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك كل شبران في المدينة مستهدف لبناء مشروع بات يعرف بالحوض المقدس التهويدي والذي يهدف لإطفاء صباط يهودية على حساب الآثار والمعالم التاريخية في العاصمة المحتلة مخططات لن تمر إلا بالاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم من العاصمة بشكل قصري ولذلك الخطورة أن الاحتلال الآن طبعاً هو يتعامل إما بالدعاء أن منازل بنيت بدون ترخيص مثل حي البستان وطرد السكان والهدم أو أن المستوطنين واليهود يمتلكون أراضي قبل عام 1948 أيضاً لنفس الهدف وهو طرد السكان وإبعادهم عن هذه المنطقة يحاول الاحتلال تفريغ الإنجازات الأخيرة من مضمونها لإخماد التحركات المستقبلية إن كانت على شكل اعتصامات يومية أو حتى تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي يصبح من السهل طرد سكان حي الشيخ جراح ومن ثم هدم حي البستان في سلوان بشكل كامل من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا